من الشاري حكمة يحملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم منذ صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا منكم الفلاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغار ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقس وانصرفوا فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن شاء أيها المارون بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا وأعيدوا عقرب الوقت إلى الشرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسياء أو بالتاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة أنا أنت انصرفوا وتقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا أنا أنت انصرفوا وتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا فلنا في أرضنا ما نعمل ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة فاخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة من الشاري حكمة كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر ولذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان آخر نقفز من حضنها إلى موطئ القدم الأول في ساحة الوطن الخلفية بعدما تجلت لنا فيها في البشر والشجر والحجر صور أرواحنا المحلقة كعاملات النحل على أزهار السياج البعيد في هذا الوداع نحبك يا تونس أكثر مما كنا نعرف نرسب في صمت الوداع الحزين شفافية تجرح ونصف كثافة مركزة إلى حد العتمة التي تحل بالعشاق ما أجمل الأسرار الكامنة وراء الباب الموارب وراء بابك وهو المساحة المثالية لتعامل الشاعر الحاذق مع العناصر التبادلية للقصيدة فهل نقول لك شكراً لم أسمع عاشقين يقولان شكراً لم أسمع أبداً عاشقين يقولان شكراً ولكن شكراً لك لأنك أنت من أنت حافظي على نفسك يا تونس سنلتقي غداً على أرض أختك فلسطين هل نسينا شيئاً وراءنا؟ نعم نسينا تلفت القلب وتركنا فيك خير ما فينا تركنا فيك شهداء الذين نسيكم بهم خيراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر